اصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة ايده الله مرسوما ملكيا ساميا شاملا للعفو عن عدد من المحكمين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية وذلك بمناسبة اليبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي 1584 محكوما يأتي العفو السامي انطلاقا من حرص جلالته على تماسك وسلابة المجتمع البحرني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في اطار اعلاء المصلحة العامة والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية ومرعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر وإتاحة فرص